سائل يسأل ويقول لو في حد أعطى شخصا مبلغا من المال واشترط عليه أن يكون له ربحا ثابتا كل شهر فمثلا أعطى 7000 جنيه وياخد 200 جنيه كل شهر كتحديد للربح فالهذا جائز هذه الصورة ربا لماذا لأنه بيأخذ نسبة ثابتة على رأس المال مبلغ ثابت على رأس المال المضاربة أحبة في الله المضاربة الأصل فيها أن أنت بتعطي مبلغ لشخص يتاجر لك فيه ويعطيك نسبة على الربح يحدد لك نسبة في الربح نسبة مئوية وليس مبلغا ثابتا على الربح لأنه ممكن يربح كتير وممكن يربح قليل فمعنى أن أنت مش رابط المبلغ اللي بتاخده بالربح ولا بالخسارة وإنما رابطه بأنك أعطيته المال فكأنك بتاخد المال مقابل أنك سبت مع الفلوس دي أتركت مع هذا المال كأنك بتأخذ الربح مقابل تركك للمال معه فده ربا لأنه تحول إلى قرض جرى نفعا لكن المضاربة أن تعطي للشخص هذا المال فيتاجر فيه وقول لك والله لك نسبة في الربح والخسارة نسبة مئوية لو فرضنا مثلا أنه أحدد نسبة خمسين في المئة من الربح فلو ربح مبلغ كبير هيعطيك خمسين في المئة منه ربح مبلغ قليل هيعطيك خمسين في المئة منه فيكون مرتبط بالحالة الموجودة لكن تحديد مبلغ ثابت بهذه الطريقة هذا يعد ربا فعليك أنك تلغي العقد ده وتصحح العقد على ما ذكرته والله تعالى أعلم